منذ أكثر من عام يشكو سكان حي البكرية المجاور لمنطقة الغزالية غربي بغداد من محاولات للاسلاء على أراضيهم بدوافع مختلفة مرة عبر منحها لضباط وعناصر جهاز مكافعة الإرهاب وعائلاتهم وتارة أخرى بدعا للسثمار وأخلاء السكان منها بالقوة ولقصة حي البكرية شاهد ودليل بالأمس القريب ففي حزيران من عام 2021 قدمت قوات من جهاز مكافعة الإرهاب لإخلاء المنطقة من السكان بالقوة قبل أن ترضخ الحكومة وتوقف عملية التجريف بسبب الضغط الشعبي الرافض لعملية التهجير القسري هذا فالسهداف منطقة ترفض العاصمة بالمحاصيل الزراعية ومع صراع الأحزاب على تقاسم الغنائم عادت مجددا الجرافات والآليات الثقيلة للظهور وهي تقوم بتجريف الأراضي الزراعية في حي البكرية وفق ما وثقته مقاطع مصورة مصادر نيابية أكدت أن هالي منطقة البكرية يمتلكون المسندات القانونية الموثقة في دائرة التزيل العقاري التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم إلى أن جهات متنفذة تحاول إخراجهم بالقوة بذريعة تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية رغم السمرار شمولها بالحصص المائية من قبل وزارة الموارد المائية وإجازات البسنة من وزارة الزراعة مراقبون رأوا أن حالة البكرية هنا هو امتداد لما يجري بمناطق حزام بغداد التي تتعرض منذ سنوات لعملية التهجير القسري من قبل الحكومة بأحزابها وميليشياتها مستخدمة أصطوب الترهيب والتهديد وفق أجندة مفادها إجراء تغيير ديمقرافي دوافعه طائفية وغطاءه للسثمار النخل الشارعي ما أخذيه إياهم باللوريات باقي هلنجل صغار